نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية باسميوش خلال عملية خاصة في أوكرانيا ويظهر مقطع الفيديو سير عمل المدفعية الروسية أثناء تدمير الإندادات والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية وبحسب المعلومات الاستخبارية فقد ركز القوميون الأوكرانيون المعدات والذخيرة والأسلحة في منطقة واحدة لتزويد مجموعة من القوات تم تأكيد هذه البيانات لاحقاً عن طريق الاستطلاع الفني تلقت أقم جميع المعلومات اللازمة ومهمة تدمير مخازن القوات المسلحة لأوكرانيا بعد ذلك أجرت سميرش إطلاق الصاروخ ترجمة نانسي قنقر